موسيقى صناة الجماعة فيها بحث طويل لكن أشير فقط إلى حديث واحد أنت في البيت صل إماما وزوجتك تصلي خلفك صلاة الجماعة من يحتاج إلى الزوج الطفل مميز لاحظوا العروة لاحظوا حواش الفقهاء العظام حفظهم الله طفل مميز يصلي خلفك كافي صلاة الجماعة ليش واحد يحرم نفسه من هذا الفيض ومن هذا الفضل العظيم أتلو عليكم هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك أهمية الموضوع فقال لي يا محمد الله وآله 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 إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين قلت ما تلك الهديتان قال لي الوتر ثلاث ركعات صلاة الشفع ركعتين وصلاة الوتر ركعة واحدة حتى إذا واحد ميحب يصلي صلاة الليل كلها على الأقل يصلي هذه الثلاثة والصلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرائيل ما لأمتي في الجماعة فقال جبرائيل يا محمد الله وآله وآله إذا كان اثنين يعني إمام وزوجته تصلي خلفه ابنه يصلي خلفه كتب الله لكل واحد بكل ركعة مية وخمسين صلاة مو بكل صلاة بكل ركعة تكتب مية وخمسين صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألف ومئتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين واربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة ألف ومئتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وتلاثين ألف واربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة اثنين وسبعين الف وثمانماء الصلاة فان زادوا على العشرة يعني امام يصلي خلف عشرة مجموعهم اش قد اهدعش واحد فلو صار السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والاشجار اقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة